الرحيم دكتور مصامة بولي دولة رئيس الوزراء السادة الحضور الكرام أهلا بحضراتكم جميعا واسمحوا لي في البداية كده أنا بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس والدولة رئيس الوزراء على الثقة في تحمل ملف وزارة الإسكان أسأل الله سرد توفيق في هذه المرحلة القادمة والحيانة بتوجه بالشكر والتأديل لدكتور عاصم الجزار الوزير السابق على جهوده العظيمة والمميزة خلال الفترة السابقة. لو تسمح لي فاندم كده أبدأ بعرض تقديمي كده عن الرؤية للسراتيجية لقطاع الإسكان خلال الفترة اللي جاية طبعا احنا كان عندنا الحياة تحدي كبير جدا هو البعد الكمي لقضية الإسكان. احنا عندنا معدلات زيادة سنوية في حدود من 2 ل 2.5 مليون نسمة وطبعا بيقابلها حجم احتياج بالوحدات السكنية من 350 ل400 ألف وحدة سكنية الفجوة طبعا دي حياة جاية نتيجة عجز متراقب من السنوات الماضية حتى 2014 قدرت بحجم 2 مليون واحدة سكنية حتى 2014 ده كان حجم الفجوة وبالاضافة طبعا للمناطق الحقيقة اللي هي الغير أمنة وغير مخططة واللي بتعاني معاناة شديدة جدا وكان اجمالي مسطحاتها حوالي 152 ألف فدان وطبعا كان حتمي ان يبقى فيه تطوير لهذه المناطق طبعا كان فيه خطة طموحة لحل الفجوة الاسكانية دي تم وضعها يمكن 2014 لحتى 20-30 كخطة استراتيجية وطبعا احنا اشتغلنا على الاستراتيجية دي والرؤية دي الحقيقة من 2014 كوزارة اسكان ضمن مجموعة أهداف رئيسية تم وضعها أول هدف من الأهداف الخامسة لمعانا تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الاسكان ورقم 2 تطوير المناطق العشوية المناطق غير الأمنة وغير مخططة توفير وحدات مدعمة ميسارة لمحور محدود الدخل والعدالة في توزيع السكن الملائم لجميع الشرائح الاجتماعية محور سكن كل المصريين والهدف الأخير معانا ضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ عليها طبعا الهدف الأول الخاص بتخليص الفجوة احنا عندنا الفجوة تكلمنا عليها هي حوالي 2 مليون وحدة سكنية تم من 2014 حتى 2024 تم الانتهاء من تنفيذ مليون و500 ألف وحدة متنوعة بمستوى الاسكان المختلفة كبديل عشويات ومحور الاجتماعي اللي هو دخل تحت مظلت دلوقتي سكن كل المصريين ومحور اسكان المتوسط والاسكان الفاخر وطبعا ده كان شامل وحدة الوحدات اللي هي خاصة بالحصة العينية من مشروعات الشراقة اللي بتقوم بها هي المجتمعات مع القطاع الخاص طبعا عندنا المتبقي حوالي 500 ألف وحدة سكنية فيه جزء منهم جاري تنفيذه يقدر بحوالي 300 ألف وفيه مجموعة تقدر بحوالي 200 ألف وحدة سكنية احنا مستهدفين تنفيذه من شاء الله الفترة اللي جاي طبعا هنا السلايد دي الحقيقة بتوضح لنا ان من عام 78 حتى عام 2014 خلال 36 عام كانت الدولة المصرية يعني تمكنت فقط من تشيد مليون و600 ألف وحدة سكنية بمعدل سنوي تقريبا حوالي 45 ألف وحدة سكنية لكن من 2014 حتى 2024 نفذنا حوالي مليون وخمسمية ألف وحدة سكنية بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في العام الواحد الهدف الثاني يتخاص طبعا بتطوير المناطق العشوية ومناطق غير الأمنة وطبعا المحور ده الحقيقة احنا شغالين في جزء فيه وايضا صندوق تنمية الحضرية شغال في جزء آخر احنا مستهدفين طبعا مناطق زي مسلس ماسبيرو ومناطق الفسطات طبعا وشغالين عليها دلوقتي زي مسادتك شرفت المشروع بالزيارة قريبا في أعمال التطوير اللي بتتم في حدقة الفسطات طبعا الهدف الثالث فيما يخص تغفير الوحدات المدعمة احنا عندنا طبعا حجم الطلب تحديدا من 2014 إلى 2023 حوالي مليون و600 ألف مواطن تقدموا على وحدات الإسكان الاجتماعي وزي ما تفضلت زمالتنا الأستاذة مية عبد الحميد ان في 684 ألف وحدة سكنية بالفعل تم الانتهاء من تنفذهم وطبعا احنا عندنا الحجم الطلب هنا يمكن المؤشرات دي بتوضح ان في عام 2014 كان عندنا فقط 19 ألف طلب لكن نتيجة لثقة العملة في مشروعات وزارة الإسكان والمشروع الإسكان الاجتماعي تحديدا ابتدى الطلب دي يزيد ويوصل لـ 295 ألف طلب في العام الواحد طبعا دي الوحدات اللي احنا نستهدفين نحن ان شاء الله نديها من تنفذها عندنا 234 ألف وحدة جاري لانتهاء من تنفذها بخلاف 66 ألف وحدة جديدة دي مخطط البدء فيها وفي ضوء توجيه سيادتك النهاردة بعد الجولة اللي تمت فيما يخص زيادة وحدات الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين داخل المدن المختلفة ان شاء الله هنزود العدد ده بشكل كبير جدا عندنا برضو الحقيقة ممكن تنفيذ مشروعات إسكان سكن كل المصريين بمراحل المختلفة سواء المنخفض أو المتوسط في المدن الجيل الرابع الثمانية وتلاتين مدينة واحنا بنأكد هنا ان الحياة المشروع ده هو الرقيزة الرئيسية اللي بنخاطب بيها الفئة العامة من جموع الشعب المصري لذلك هو موجود معانا في كل المدن الجديدة مدن الجيل الرابع طبعا النهاردة احنا في مدينة حضاق العاصمة احنا عندنا محور سكن كل المصريين فيه 100 ألف وحدة سكنية 93 ألف وحدة سكنية منهم ضمن المحور منخف التكاليف و7 ألف ضمن الإسكان المتوسط السكن كل المصريين طبعا كل المشروعات بتاعتنا متكملة الخدمات الوحدة الصحية المدرسة الملاعب اللي موجودة الأسواق التجارية وطبعا بتبقى كاملة المرافق الهدف طبعا الرابع معانا فيه توفير السكن الملائم لجميع الشرائح الاجتماعية السكن كل المصريين زي ما وضحنا وطبعا هنا بنوضح برضو أماط الإسكان اللي موجودة في كل المشروعات احنا عندنا في مدينة العالمين الجديدة فيه الإسكان الاجتماعي المميز والطابع الساحلي وفيه عندنا الإسكان المتوسط طبعا قرامة من الأنماط اللي موجودة معانا زي ما هو موجود في المنصورة الجديدة في الصورة اللي موضحة معانا إسكان الفاخر اللي بتقوم برضو وزارة الإسكان بتنفيذه طبعا يعني زي ما تم التوجيه أننا دخلنا الحقيقة في مختلف أنماط الإسكان ونقوم بتنفيذ مشروعات مختلفة عندنا مشروع الداونتاون وهذا أحد أنماط الإسكان متوسط في مدينة العالمين طبعاً إجمالي عندنا مشروعات الإسكان متوسط منفذة 175 ألف وحدة وعندنا فيه 115 ألف وحدة برضو مستهدفين تنفيذهم في المرحلة الجاية خلال ثلاث سنين القادمة طبعاً الفاخر عندنا فيه 48 ألف وحدة سكنية تم تنفيذهم وعندنا 35 ألف وحدة سكنية إن شاء الله مستهدفين تنفيذهم طبعاً المحور الأخير هو الضمان استدامة هذه المشروعات عشان نحافظ على المكتسبات التي تمت أثناء مراحل التنفيذ والحقيقة يمكن أننا ده مستهدفينه من خلال أعمال الصيانة والفسالة المانجمينت التي تم هذه المشروعات بالكامل عشان نحافظ على كل العناصر مكونة إن كان مرافق أو مسطحات خضرة أو إنارة أو حتى صيانة المنافع العامة من داخل العمارة ومنافع العامة طبعاً والمساحات العامة في اللاندسكيب طبعاً إحنا عندنا جودة الحياة وجودة البيئة الداخلية فيما يخص التقسيمات المعمرية الملأمة وزي ما ذكرت الأستاذة مايا عبد الحميد البناء الأخطر دلوقتي الحياة نهج جديد بننتهجه وده بيضيف كتير جداً لمشروع سكن كل المصريين طبعاً اللاندسكيب زي ما احنا شايفين وكل المرعاة كاملة طبعاً للمسارات المشاو ومسارات الدرجات والاحتياجات الخاصة بإخواتنا زوي الهمم طبعاً اللاندسكيب والمساحات الخارجية بيئة الخارجية إن شاء الله فإننا الخطة الخاصة بالوزارة يعني خلال الفترة اللي جاية في مشروع سكن كل المصريين ولضمان استدامتها هنشتغل على ثلاث محاول رئيسية إن احنا هنشكل فرق متابعة رصد كل المشاكل والاحتياجات ورفع كفاءة أعمال الصيانة والنظافة بحيث إن احنا نضمن بشكل مستدام الحفاظ على مشروعاتنا النقطة التانية إن احنا هنحط برامج طبعاً زمنية مضغوطة للانتهاء من كل المشروعات اللي جاري تنفذها ومفتوحة معانا دلوقتي وحننطقي الشركات المميزة بحيث إن احنا نحافظ على الجودة مع معدلات التنفيذ المطلوبة والمستهدفة وتنفيذ جميع الخدمات بحيث إن يبقى فيه تكامل للمشروعات هنرصد برضو أي خدمات ممكن تكون لم يتم تنفيذها وإن شاء الله نستهدف تنفيذها مرحلة جاية وطبعاً إحنا هندرس الحقيقة إن احنا المشاركة مع القطاع الخاص بحيث إن احنا يبقى فيه ضمن المشروعات الخاصة نصيب أو حصة خاصة بمشروعات السكن كل المصريين نقدر إن احنا نقوم برضو بتغطية وسد الاحتياج الكبير اللي موجود وطبعاً هيبقى إن شاء الله فيه خطة تنفيذية مكسفة من خلال مسامة الشركات المعالية الكبرى برضو معانا لإتمام تنفيذ المشروعات بشكر حركة فاندم وبرحة بحركة مرة تانتحياتي ترجمة نانسي قنقر